بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد نتحدث في هذه الليلة حول توري العلم في الحياة ونطرح الدورة العلمي للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وفي هذا الموضوع نتحدث بداية حول العلم وما يشكله العلم من أهمية للفرد وللمجتمع ثم نتحدث في النقطة الثانية حول بعض التوجيهات للمؤسسات التعليمية ولدور الآباء والأمهات في الدفع بالدور التعليمي لهذه المؤسسات وبسير الحركة التعليمية فيها سواء في الجانب الأكاديمي أو في الجانب الدين نقطتان أساسيتان ثم نعرج على ذكر الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أولاً ما يرتبط بالعلم العلم ضد الجهل والعلم يعني أن تمتلك معرفة لحقائق الأشياء فلما تقول إني أعلم بالأمر الفلاني أي أنك حصلت على صورة لذلك الشيء وأحط بجزء من حقيقته وصورته فارتسمت في ذهنك معرفة لذلك الشيء والعلم بما يشكله من نور للعقل وغذاء لعقل الإنسان يمتد إلى تفاصيل متعددة تفاصيل دنيوية وتفاصيل أخروية دينية ارتبطة بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى أو حتى معيشية كالرياضيات والطبيعة والهندسة والبناء ونحو ذلك كل تلك علوم متنوعة يحتاجها المجتمع والعلم يشكل بالنسبة إلى الإنسان هدى وإزاحة لحجب الجاهل ولذلك العلم لا يطلب لغرضي الوظيفة فقط هذا هدف من أهداف العلم العلم يطلب بما يشكله من إزاحة لظلمات الجهل وبما يشكله من تنوير لمسيرة سلوك ولما يشكله من تقديم حكمة وحسن تدبير بالنسبة إليه لأمور حياتي في مختلف جنباتها ومن هنا نقول للشباب لربما يكون الأفق مظلم مثلا أو مجهول أو لا يبعث على الأمل عندما تنظر إلى أقرانك مثلا أو على سبيل المثال من أبناء قريتك الجامع يجامعه جالس في البيت هذا شيء مؤسف ربما هذا الوضع يبعث معظ الشباب إلى اليأس من طلب العلم أو لإثارة سؤال لماذا أدرس نقول لا لابد أن تدرس لأن العلم سلاح يجب أن تمتلكه أما المستقبل فإن المولى عز وجل يبدل الأمور ويغيرها ولا تعلم مصير تلك الأمور وما يقول إليه المستقبل ولذلك الإنسان يهيئ نفسه ويتسلح بالأسلحة الكافية والتي أهمها العلم والمعرفة لواجه كل صعوبات المستقبل ولذا يجب أن نبعث الأمل من جديد في نفوسنا إلى المعرفة وطلب العلم زين ولذا هذا الدور وهذا الإنعكاس على الفر بسبب العلم يعطي إضاءة إلى ضرورة تنمية الأفراد يعني شنه الدول المتقدمة من أخذت تصرف على البنى التحتية وعلى المشاريع والاستثمارات وجدوا بأن هذه الاستثمارات وهذه المصاريف على البنى ونحو ذلك مصاريف جزء منها يهدر بسبب الجهل ولذا إذا أردنا أن نحافظ على المكتسبات يجب أن نعلم الأفراد يجب أن يكون في ضمن تخطيطنا تنمية البشر التنمية البشرية الذي يشكل العلم ركيزة أساسية فيها تعوني أوضح لكم بمثال الآن مثلا أنت الآن في المأتم ربما تصرف مصاريف معينة للمحافظة على نظافة المأتم تضع حاويات مثلا ونحو ذلك لكن إذا كان مرتادي المأتم ما عندهم ثقافة لو فرضنا وهذا شيء بعيد إن شاء الله عنكم مجرد مثال لو فرضنا بأنهم لا يتمتعون بثقافة النظافة بحيث يأكل وذب الأكل على الأرض يأخذ القمامة القنينة يشربها يقطها مثلا على الأرض رغم قرب الحاويات بجنبه فإنك تجد بأن هذه الحاويات قد فقدت جزءا من قيمتها بل تعمد إلى توظيف بعض الأشخاص لما توظف بعض الأشخاص للم هذه القمامة يعني زالت عندك شنو المصاريف ولذا لذا يصير توجه يفترض عند المأتم بدل من أن نحن نحط الحاويات ونجيب لأنك كوادر بس تشير وتحط لو نحن نحط لافتات وتوجيهات تثقف الإنسان على ضرورة مراعاة النظافة ونبعث الهمة والفاعلية إلى هذه الثقافة فإن هذا النوع من التثقيف يوفر علينا جهودا كبيرا لاحظ بأنك عندما تصب جهدا تنمويا للفرد ولو في مسار السلوك لأن الجهل ربما يكون جهلا ذهنيا ولربما يكون جهلا عمليا سلوكيا يعني تشوف سلوك الإنسان لا يتوافق مع عقله تشوفه متعلم فاهم لكن ما عنده حكمة عملية ولذا العلم أو الحكمة حكمتان حكمة للعقل والنظر وحكمة في العمل حكمة عملية في مسار التطبيق وأيضا لو أحببنا أن نبين وأن نوضح بمثال آخر الآن الجدولة تصرف في توفير الماء وتوفر لك المال وهذا الماء يببيزات وكذا لكن لو لم تحسن صون هذه الثروة الثروة المائية بحيث جزء من هذه الثروة وين يروح؟ يضيع فحينئذين لو صرفت ما صرفت الدولة فإن هناك جزء آخر مهم يجب أن يعتنى به وهو جانب التفقيف بثقافة الاستهلاك يعني تحتاج أن تزيح مساحة من الجهل فإنك إذا نورت العقول فإن السلوك بالتمع سيضيء ويضاء بذلك النور ولذا حتى في المجتمع كلما ازدادت الثقافة والوعي تقلصت السلوكيات السيئة يفترض هكذا أن تكون العلاقة علاقة شنو طردية بين وعي الإنسان وبين سلوكه ومن هنا نقول بأن الاستثمار في الأفراد من أهم الاستثمارات التي يجب أن يعتني بها الإنسان وخصوصا الآباء والأمهات فإنك تجد في بعض النصوص مثلا إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح بار يدعو له الواضح عندك هذا العلم العلم الذي ينتفع به لكن نقول هناك مفردة ثالثة الولد الصالح الذي يدعو لك يعني استثمار في ماذا؟ استثمار في الأبناء أنت إذا استثمرت في ابنك من خلال تربيته وتنشئته وتنميته وتزويده بالعلم والمعرفة وحسن السلوك والأخلاق ونحو ذلك فإنك تبقي نسمة تدعو لك حتى بعد مماتك يعني يصلك الاستثمار وانت جالس في وين؟ في قبرك تصلك الحسنات إلى ذلك العمل لذا لو خيرت بين أن تبني بناية أو أن تعلم أبنائك نقول لك لا علم أبنائك وثقف أبنائك وجه أبنائك ونحو ذلك فإن هذا من الاستثمار غير المضيع من هنا توضح لدينا أهمية العلم وضرورة شحذ الهمة لطلب العلم في كل فروعه وكل حقوله غير أن هنا نقطة ثانية مهمة هي المؤسسات التعليمية المؤسسات التعليمية بشقيها مؤسسة الأكاديمية أو المؤسسة الدينية المؤسسات التعليمية مما تشكو يعني أكو تعلم وتوجه لكن احنا ما شايفين انعكاس على واقع حياتنا نقول ما في انعكاس على واقع حياتنا لما؟ لأن العلم يحتاج بعد أن يتنور الإنسان بنوره أن يطبقه وهذه هي المشكلة بأنك تجد إنسان متعلم فاهم لكن لا يطبق علمه شوف عالم لكن ما يطبق شنو علمه قصم ظهري اثنان جاهل متنسك وعالم متهتك يعني للإنسان بجهله يفيدك مهما كثر من عمله لربما يكثر ويكثر من العمال والعبادة ثم يكتشف بعد ذلك خطأ في وضوئه أو غسله خلاص هذا العمل يفقد قيمة كبيرة من الثوام أو تجد عالما لكنه لا يعمل بعمل لا يعلم بعمل بعلمه هذه بعض مشكلة ثانية ولذلك لو نظرنا إلى المؤسسات التعليمية نظرة واقعية في زماننا هذا مما تشكو أيها الأحبة عندنا احنا متابعة كآباء إلى الجانب التحصيري إلى أبنائنا بلى بعض الآباء والأمهات ما يقصرون في هذا الجانب يعني عندهم متابعة حثيثة إلى الجانب الأكاديمي للإبن أو البنت مزين هل عندنا متابعة أخلاقية تربوية إلى الإبن أو البنت أو لا لو نظرنا إلى المؤسسات التعليمية الأكاديمية وأمسكنا بعض المعلمين قلنا ليه مش عندكم من مشكلة المبنى مثلا قال أو لا كل مباني موجودة تشوفها يا شيخ خب موجود ثغرة هنا أو ثغرة هنا قالك شي ثاني والله مثلا المناهي جكوها والله مثلا شنو إذن عندكم من مشكلة تقولوا عندنا مشكلة ترتبط بأخلاقيات الطلبة في هذا الزمان أخلاقيات التلاميذ في هذا الزمان وما هي أخلاقياتهم قالوا إن أخلاقياتهم تضيع السير التعليمي أنا كمدرس من أجي أم بأشرح المادة العلمية أواجه مشكلة مو في طريقة التفهيم إلى المادة العلمية وإنما في طريقة ضبط هذا الصف وما نتحدث يعني عن صفوف عالية لأول المشكلة يمكن يكون في الثنوي شوية يمكن يكون في الإعداد مثلا الآن في الابتدائي في الابتدائي يعني أول وثاني وثالث يجيك الأستاذ يقول عندي مشكلة هي التلاميذ عندهم مشاغبات عندهم عنف بين بعضهم البعض عندي مشكلة في هذا الجانب ترتبط بالضبط إلى الصف بالإدارة الصفية ولو أني مارست نوعا من الضبط بتعنيف بسيط ربما يكون التعنيف لفظي أمسك الطالب أعنف شوية لفظية أرفع شوية صوتي عليه وش اللي يحصل عندنا في المدارس الآن بدلا من أن يكون الآباء والأمهات عونا للمدرس في تحسين سلوك الإبن يكونون خصما للمدرس بحيث يقفون عائقا في تحسين سلوك الإبن شلون هذا الولد لو حصل ليه تعنيف معين يرجع إلى منه يرجع إلى أمة يقول اليوم يشتكي يشتكي على المعلم يرجع يقول ترى اليوم المعلم وقفني وصارخ علي وكذا وإلى آخر قدام التلاميذ يشتكي على المعلم يشتكي على المعلم يشتكي على المعلم يمارسون نوع من الترهيب إلى المعلم ما نقول ما في أخطاء هناك بعض المدرسين قد يخطئ في الطرق التربوية أو التأديبية التي يسلكها هذا النوع من المدرسين لابد أن يوقفوا يقول لي لا هذا الأسلوب خاطئ ليس صحيح لازم تتبع أسلوب آخر لكن لو المعلم مارس دور تأديبي للإبن أو البنت زين ليش ما تمسكه أو تمسكينه تقول لي ليش سويت أنت يا ولدي في الصاف علشان المعلم وقفك أو كلمك بعون أو نحو ذلك ليش وش صار إلى أول الإبن وهذا الآباء لا حقوا عليه إلى أول الإبن لو ينضرب في المدرسة من قبل الأستاذ خاف أنه يرجع ويقول لأبوه شنو ضربني الأستاذ تدرون ليش لأنه ينضرب مرة ثانية بيقول ما ضربك الأستاذ لشنو لأن أنت مسوي خطأ في المدرسة ويقوم الأستاذ يضربه مرة ثانية يقوم لأبوه يضرب ولده مرة ثانية نحن بغض النظار عن نقدنا للضار لكن نقول هناك جانب من التعاون بين المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور ليس فقط في الجانب العلمي وإنما في الجانب الأخلاقي والسلوك أيضا وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع من التعاون المستمر في الضابط الأخلاقيات عند الطلبة ضبط الأخلاقيات بين المعلم والتلميذ بحيث التلميذ يبني العلاقة مع المعلم على أساس الاحترام على أساس التقدير لهذا المعلم ولجهده فإن رسول الله محمد الله صل على محمد الله صل على محمد محمد ثالث على حبه الله صل على محمد محمد يقول بعثني الله معلما هذه وظيفة سامية عالية ينبغي أن ينظر لها بالتقدير والاحترام والاحترام المتبادل بين المعلم والتلميذ يوفر الأجواء للعلم والمعرفة من قبل التلاميذ معالجة الأمور الأخرى المرتبطة بهروب التلاميذ أو تغيباتهم يعني يهرب ولدك وما تمارس توجيه يغيب ولدك وقدام عيونك غايم يوم ويومين ما يمر أسبوع اللي يغيب يوم ليش ما يصير عندك توجيه إلى ابنك أو تقديم نوع من النصح إلى ابنك ولربما ترتقي إلى نوع من التأديب إلى الأبن كل ذلك أساليب يجب أن يلجأ لها المربي الأب الأم لماذا؟ ليحافظوا على توفير الأجواء العلمية ليتعلم الأبن ويزداد معرفة فإن العلم سلاح لا بد أن يتسلح به هذا هو الإمام الرضا سلام الله عليه في كل مسيرته يدعو إلى العلم والمعرفة الإمام الرضا سلام الله عليه جلس بعد أبيه الإمام الكاظم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إذا أشكلت مسألة على الناس وعلى أرباب المذاهب أرشدوا إلى علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فكانت الناس تأتي فيجيب عليهم يجيب على مسائلهم التي أشكلت عليهم ثم بعدما تولى ولاية العهد الإمام مارس دور دور الذب عن حياض الإسلام والدين من خلال عقد جلسات حوارية لو تقرأ في سيرة الإمام تجد أن مجلس الإمام كان يزدحم فيه العلماء ومو بس علماء الإسلام بل العلماء من أرباب الأديان الأخرى كانوا يأتون إلى الإمام الرضا سلام الله عليه ويطرحون شبهاتهم ويطرحون إشكالاتهم العلمية على الدين الإسلامي والإمام يجيب عليهم ولذا تجد بأن هذه الأدوار العلمية ساهمت في ازدياد مكانة الإمام الرضا في نفوس الناس بحيث أن الإمام ذا عصيته وعرف بين الناس فأصبح الناس يعرفون من أبناء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعرفون من ضمن ما يعرفون يعرفون الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بنحو يزيد على غيره من الأئمة كالإمام السجاد أو الإمام مثلا الباقر أو نحو ذلك لأن الدولة الإسلامية لو تنظر إليها في هذا الوضع التأريخي قد ازدادت أطرافها فدخل في الإسلام مجموعة من المسلمين الجدد اللي ما عندهم معرفة بالأنساب معرفة دقيقة أو بالآئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحسن أو الحسين مثلا ونحوهم ولذا هاي الأطراف تعرفت على الإمام الرضا ولذا الإمام الرضا احتل مكانة عالية بحيث تجد أن معروفية الإمام الرضا دعت الأولاد من بعد الإمام الرضا أن ينسبون إليه شيء تاريخي نذكره عرضا بأن الإمام الرضا لم يكثر من الأولاد الذكور لذلك أكثر السالة تشوفهم ينسبون إلى من الإمام موسى ينسبون إلى الإمام موسى فينادون بالموسوي الإمام الرضا تأخر في الإنجاب تأخر سنوات في الإنجاب حتى أن البعض من أعداء الإمام الرضا كانوا يقولون أن نحن نعرف الأيام من 12 الحين الإمام توقفت عند الإمام الثامن لأن الإمام الرضا ما عند ولد فهذا يدل على أنه ليس الإمام فكانوا يلمزون الإمام في إمامته لتأخر الإنجاب عند الإمام عند الإمام الرضا سلام الله عليه والإمام كان يقول إن الله قد قدر أن يولد الحج ولكن لم يأذن بعد بولادته إلى أن ولد له الإمام محمد الجوان سلام الله عليه ولذا لما طلع الإمام الرضا إلى خراسان طلع إلى مار هناك خلف الإمام الجواد فمن ضمن التعليلات في سبب ترك الإمام الجواد أنه كان صغيرا يعني ما يستطيع على شنوطي هذه المسافة البعيدة ولذا لما تسلم الإمام الجواد الخلافة بعض الروايات تقول ست سبع ثمان سنوات كأقصى حد تسلم الإمام سلام الله عليه ثم من بعد الإمام الجواد أيضا قلت الأولاد لذا ما يعرف أكثر السادة إلا للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وكانت الأولاد من بعد الإمام الرضا تنسب إلى الرضا فيقال الإمام الجواد ابن الرضا والإمام الهادي يقال له ابن الرضا والإمام العسكري أيضا يقال له ابن الرضا جاء ابن الرضا وذهب ابن الرضا ذلك لعلو شأن الإمام الرضا سلام الله عليه ومعروفيته يعني من يطلع الإمام الهادي ينبون يعرفون ترى هذا ابن منه ابن ذاك السلطان علي ابن موسى الرضا سلام الله عليه ولذلك المأمون ضاق ذرعا بالإمام الرضا فعجل على الإمام من تولى الإمام من تولى ولاية العهد مجرد سنتين وأكثر بقليل فالمأمون ضاق ذرعا بالإمام إلى أن دس له السم والإمام كان يعلم بمصيره ولذا من طلع الإمام من المدينة المنورة يا مؤمين يا مؤمنات طلع بأي حال بعض الروايات تقول أن المصيبة مصيبة الإمام الرضا قد شابهت مصيبة الإمام الحسين ترجمة نانسي قنقر